السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة إخواني كيف حالكم معكم أخوكم أمجا رايدر دائما كما تعودنا نبدأ بالذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك دعاء السفر سبحانه ليس أخرنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإن إلى ربنا لم نقلبون أصدقائي فيديو السابق أصدقائي تعدبنا كثيرا في هذه الطريق لذلك قررنا إن شاء الله أن نغير الطريق خلال طريق العودة إن شاء الله نغير الطريق ولو أن الطريق أبعد نوعا ما لكن على أمل أن تكون الطريق أفضل من هذه المحنة يا أصدقائي أصدقائي مسار الرحلة جديد سيكون طويل نوعا ما لكن على أمل أن يكون أفضل من الطريق اللي شفناه في الفيديو السابق نحن الآن في منطقة أمس مرير هذا الطريق الطويل الأصدقائي تقريبا 250 كم أصدقائي زدناها علينا ليش؟ لتفادي تلك الطريق اللي علمت عليه باللون الأحمر دائرة باللون الأحمر اللي تربط ما بين أقودال وتلمي اللي صراحة مفروض ما أسميه الطريق أبدا لأنه طريق عدبتني وطريق غير صالحة يعني 80 كم بس ثلاث ساعات وأكتر استغرقت لقطعها أصدقائي لذلك رح أغير الطريق مصار جديد ابتداء من تلمي بعدين أمس مرير طبعا اللي فتناها قبل قليل أيد سدلات جبل العليا عفوا بعدين بومان الدادس أصدقائي وعلى طول إلى مدينة تنغير إن شاء الله في هذا الفيديو أصدقائي رح أصور من تلمي ابتداء من تلمي إلى مشارف مدينة تنغير أصدقائي في الفيديو القادم إن شاء الله رح أصور لكم من مدينة تنغير إلى إيميلشيل بعد أصدقائي سنكمل طريق من منطقة إيميلشيل إلى غاية مدينة فاس أصدقائي طبعا بالمرور على مدينة خنيفرة مريرت آزرو إفران إموزار وصلنا إلى فاس أصدقائي إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتستمتع معنا بالطريق كان معكم أخوكم أمجا رايدر فرجة ممتعة أصدقائي أشوفكم ساعة الخير إن شاء الله تحياتي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة